حلقتنا مع الشقيقة تركيا تركيا إلى حد هذه الساعة لا زالت المبادلات متواضعة نسبيا أقصد بذلك المبادلات التجارية لكن الأفاق وعدة ووعدة للغاية بسببين أولا لنعلم أننا على أبواب إرساء اتفاق وتعاون حر أو تبادل حر مع الشقيقة تركيا يدخل حيث التطبيق بالكامل في بداية جوليا 2014 وأظن أنه هذا الاتفاق سوف يفتح المجال للإسراء وتوسيع وتضعيف المبادلات بين تونس والتركيا وأيضا العامل الثاني وهو الاستعداد والتجاوب الكبير والكبير جدا من الشقيقة تركيا لحاجيات وتلبيت ومساندة الدولة التونسية في الوضع الصعب اللي هي في حاليا ترجمة نانسي قنقر